ايه الفرق ما بين البوتوكس والفيلر وهنا أستعمله فين وهنا أستعمله فين اول حاجة البوتوكس ده دواء ظهر من فترة طويلة جدا هو دوره وكان الناس دايما بتخاف من فكرة البوتوكس يقولك ده بيشل العضبات الحقيقة ان البوتوكس لو اتحقن بالجرعات المظبوطة في الاماكن المظبوطة هو دوره حاجة واحدة بس ان هو يقلل من الخطوط او التجعيد اللي بتظهر نتيجة حركة العضبات فزي ايه زي الخطوط اللي هي بالعرض في الجبهة او المية و 111 اللي في النص دول او الخطوط اللي احنا نسميه كل الناس عندهم انا عندي كل حاجة بسرعة بسيط بسيط هي دي دي علاجها ايه علاجها ان هي تتحقن بالبوتوكس البوتوكس ده دوره يقلل قوة العضلة لما يقلل قوة العضلة هيخلي الخطوط دي ما تبنش لكن المفروض لما تتحكي او لما تكشري يظهر شوية لكن في السبات ما يبقاش ظاهر هو ده دور البوتوكس بالمناسبة انا لما هرفع حواجبي لازم بفيه خطوط فوق وقال لها حواجبي مش هتطرفها طيب والبوتوكس ده بيتحقن في النص الأولاني اه التلت الفقاني من الوجه ولكن كمان ساعات بنحقن البوتوكس في منطقة الماريونات اللي هي الحتة دي عشان نقلل التأثير بتاع العضلة دي اللي بينزل الجاولز دي التحت اه وساعات بنحقنه للسموكرز لاينز اللي هي الرفيعة دي اللي حوالين البو لانها بتدي خطوط رفيعة كده وبتدي نتيجة كويسة فيه كل حاجة بينفاها حاجة وانا بقول هو البوتوكس مش علاج سحري لكل الأشياء بالمناسبة بوتوكس دي مركة ها لان الدواء ده اسمه بوتيولينيوم تاقسن ها البوتيولينيوم تاقسن ده يعني دواء بيقلل انقباد العضلات فبالتالي انواع كتيرة قوي الانواع الجيدة منه لان طبعا فيه انواع غير جيدة بيجيب نتاج حلوة وطبيعية الانواع الغير جيدة من غير طبيعية الصيني صح كده الصيني الكوري واللي بيبقى اسمه عملاني بسرعة وعمل مشاكل كثير طبعا وهي دي على فكرة اغلب اللي موجود يعني من هزي الانواع يعني اللي موجود في العالم كل يعني في الدول العربية وكده تمام طيب ده البوتكس الفيلر بقى ايه هو وبنستعمله فين الفيلر ده بقى يعني ينقسم الى نوعين منه نوع انا بسميه كارسة ومنه نوع هو جيد جدا نوع اسمه الفيلر الدائم اللي هو بيقعد على طول او اللي بيسموه اللي بيقعد سنتين تلاتة واربعة والحقيقة هو بيقعدش سنتين تلاتة واربعة وبيقعد على طول ده كارسة ده اللي فيه مشكلة اما النوع الجيد اللي هو اسمه هيلورونيك أسد او بيسموه في الدول العربية أحماض الفواكه المادة دي مادة طبيعية زي المياة اللي موجودة في الركب اللي ما بين المفاصل كلها بيستخرجوها بطريقة معينة ويصنعوها بحيث أن هي تبقى مادة زيها زي الكولوجين أو زي الهيلورونيك أسد اللي موجود ده نوع من أنواع الكولوجين اللي موجود في الجلد أصلا فهو ده النوع الجيد وطبعا منه الماركات الجيدة ليه حدوك بتقول أن الفيلر الدائم غير جيد لأن الدائم ده بيبقى معمول من أشياء كلها ليه علاقة بالكالسيوم أو زي الإمبلانت اللي بتحطي في السنين وهو ما بينفعش في الجلد لأنه طبيعته غير طبيعة الجلد فعشان كده بيعود على طول عشان كده مشاكله كتير أما الفيلر المصرح بحقنه في البنيادمين هو الهيلورونيك أسد اللي هي المادة الطبيعية اللي هي بتختفي تماما يعني لما تيجي واحدة تقول لي أنا والله حقانت فيلر من سنتين ثلاثة يبقى معناها أن ده فيلر ده معناها أن هو مش من الأنوع الجيد لأنه مشاكله كتير طيب الفيلر ده بقى مفهود أنه أنا بستعمله فيه في منطقة الوجه أنا بقول الفيلر دي هي ريشة الجراحة التجميل أو ريشة دكتور التجميل اللي هو يحط بيها الرطوش اللي هو عايز يحطها يعني لو فيه فراغ تحت العين منطقة عاملة شوية أسود كده أو فيه فراغ اللي هي بيسميها الدمعة مجرة الدمعة ده يبقى فاضي أنا بقول ده من أروع الأماكن اللي بتحقن فيها الفيلر